اشتركوا في القناة شرح الخسوف اللي رح يصير اليوم صباحا وتأثيراته اوقاته ايش اللي بدي يعمله فعشان هيك ما رح نعمل مقدمة ما فيه جواب على الاسئلة ولا اي ملاحظات خلينا ندخل على طول في التوقعات ونشوف ايش اللي رح يصير معنا خلال هذا اليوم ان شاء الله اول شي احنا توقعاتنا اليوم الاحد خمسة سبعة القمر موجود بالجدي في منزلة ساعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق واتلاف الاموال والحرية طبعا تأثيرات القمر حكينا لما بيكون موجود بالجدي منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول انجاز عمل متراكم منجد انو الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض منها علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي اثرية والبدء بحمية وشراء بوليس التأمين طبعا اول زاوية رح تتشكل معنا بعد الحلقة مباشرة اللي هي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة ستة واثناشر دقيقة بتوقيت جرينيج مساء بوسعنا او بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع طبعا هاي الزاوية احنا حكيناها بالامس ولكن لازم نحكيها اليوم لانه الحلقتنا احنا على الثلاثة بتوقيت جرينيج وهاي على الستة بتوقيت جرينيج يعني بعد الحلقة بتلس ساعات وربع تقريبا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وارانوس رح تكون في تمام الساعة عشرة وثمنتاشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية هاي اللي احنا بنحكي عنها اللي هي الخسوف رح تكون في زاوية التقابل هاي سلبية في تمام الساعة اربعة واربعين دقيقة صباحا يعني هاي اوجها هي بين القمر والشمس زاوية التقابل هاي طبعا بالنسبة لمكان اللي موجود في القمر حاليا اللي هي منزلة الحضيد يعني هي اصغر نقطة بكون موجود فيها القمر او اضعف نقطة بكون موجود فيها القمر بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الاخرين اما بالنسبة للخسوف اللي طبعا اللي يطلعوا خوفوا الدنيا واربكوا الدنيا بموضوع الخسوف هاد وانه اشي مرعب واشي مش عارف ايش يا جماعة الخير لو كان هذا الخسوف بالشكل اللي هم ينقلوه طب ما صار خسوفين يبلوا وين الاثار والحروب والدمار والاشي اللي بدهم يعملوه الخسوف والخسوف هذا بصير كل سنة كل سنة بصير يعني بالنسبة للخسوف عنا اربع خسوفات الثانية صار رايح من هنا اتنين هذا الثالث فعشان هيك ما فيها التأثيرات اللي بتخوف هي في تأثيرات نفسية بتأثر علينا فقط لا غير اما على الكون هي شغلة اضطراب بالمناخ ممكن يصير فيه غبار او يصير فيه حر بس بيختلف الجو عن طبيعته يعني يبلب بيوم او يومين بتلاقي الجو اختلف يومه بيختلف الجو بصير فيه نوع من الكتمة بعدين اليوم اللي وراه بنتهت اثار الخسوف وخلصنا يعني دائما ابعد اثار لما يكون مكتمل الخسوف او الكسوف مكتمل كامل ويغطي القرص كامل تأثيره ثلاثة ايام ثلاثة ايام قبل وثلاثة ايام بعد فيش اشي اسمه خسوف وسنة وسنة ونص وبدي اخذ للسنة الجاي وبدي اخذ للستة الشهر كله كلام كذب هاد ما الو علاقة باي موضوع وانه اثاره هاد الاحداث من اثار الخسوف والكسوف اللي صارن السنة الماضية طب ما هو بصير عندنا اربع مرات يعني اربع مرات في السنة وعندنا اثنين او ثلاثة كسوف ما شاء الله يعني احنا ونرجع للسنة الماضية بالكسوف يعني هذا الكسوف بعد عشر سنين بده يؤثر علينا تردوش على الحكي هذا خلينا نشرح عن الكسوف والخسوف ونشوف ايش هو طبعا بالنسبة للخسوف هذا رح يكون في تمام الساعة ثلاثة وسبعة دقائق صباحا بتوقيت جرينيج ورح يستمر لغاية الساعة خمسة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هو غير مرصود في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام يعني ما رح يبين نهائيا لكن اللي رح يشوفوه جزئيا يعني جزء بسيط منه هم اللي في القارة الافريقية وخصوصا اللي موجودين يعني في اقصاها يعني احنا بنحكي عن الجزائر وعن شمال الجزائر يعني بالمناطق اللي هو غرب اقصى غرب القارة الافريقية ماشي بنفس التوقيت اللي احنا حكينا احنا الخسوف رح يكون في فترة شروق الشمس عشان هيك يعني حتى الدول اللي ممكن تلحظوا ما رح يشكون في فرق الا اذا انت صورت القمر قبل وبعد مثلا وحطيتهم عبعض بتلاقي هيك في زي سواد وشحة بسيطة او غماق في اللون من الزاوية تاعتو كل ما كافة مراحل الخسوف رح ترصد من معظم امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية وشرق المحيط الهادي وغرب المحيط الاطلسي هذا شبه ظل يعني خسوف شبه ظل لما بعبر القمر منطقة شبه الظل للارض الباهتة احنا بنسميها هذا الخسوف بتعكس اضاءة القمر بشكل طفيف ولكن زي القرص بضل ايش مضاء بالكامل فترة الخسوف يعني ما رح تلحظوها وهذا بنطبق على جميع الخسوفات في الفين وعشرين طيب اول ايش بالنسبة للقمر بما انه موجود في الجدي بكون هذا اليوم الثاني له موجود في الجدي فهاي نقطة الحديد احنا بنسميها اقرب نقطة للارض يعني بيكون اقرب مسافة للارض ولما بيكون في الحوت يعني بيكون الاوج بالحوت وبالعذراء الاوج اللي هي ابعد مسافة بيكون فيها عن الارض ماشي يعني دائما الكوكب لما بيكون في مقابل يعني بيكون اقرب لما بيكون تربيع بيكون ابعد وصلتكم المعلومة طيب ذروة الخسوف هاي يعني بيكون الحجم الظاهري له اكبر نسبيا يعني شوف قديش كمان الاكبر نسبيا عن المتوسط نص بالمية يعني احنا كفلكيين ممكن بالقياس هاي نفتفرق معنا بالقياسات بس كعملية حسابية ما رح يختلف ايشي يعني ما رح تشوف الاختلاف طلع اليوم على الخسوف نفس على القمر وطلع مبارح وطلع بكرة نفس الحجم ما رح تفرق معاك وحكينا احنا بداية الخسوف لما بيبلش تأثيراته يعني بتبلش انت تلاحظ هاي الغماقة ساعة اربعة ونص صباحا بتوقيت جرينيج ورح يستمر لغاية الساعة خمسة لانه هو اوجه قلنا اربعة واربعة واربعين فمن بدايته لنهايته نص ساعة عشان هيك نسبة الاضاءة تاعته ما بتصل 35% يعني مقارنة مع الخسوف اللي قبله 57% وبرضه ما نشاف لكن الخسوف القادم اللي رح يكون يعني بمعنى اخر ان الخسوف اللي جاي رح يكون في شهر نوفمبر القادم في اواخره طيب خلينا بلاش نظلنا نحكي لكم امور علمية ومش عارف ايش وهذا خلينا ندخل على ايش التأثيرات هسا الكسوف والخسوف الاثنين هدولا امرين سلبيات فعشان هيك الامرين السلبيات هدولا لهم تأثيرات هسا بما انه في حالة المقابلة هاي التأثير دائما بكون على العواطف احنا قلنا انه اثار الزاوية لما بصير التقابل هاي بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الاخرين هذا تعريف التقابل بخسوف ولا بكسوف ولا ايش مكان في الزاوية السلبية هذا تعريف وانه بيأثر على المشاعر والافكار ماشي طيب هسا كخسوف ايش اللي بيأثر علينا في هاي الحالة بتتأثر عواطفنا اما انها بتعم الفوضى حياتنا او بتنضج الرؤية النا اكثر وبتتضح فبتتخذ اتجاه عاطفي جديد افضل من سابقتها بيكون لصالحنا يعني يا اما بتكمل علاقتنا يا بتنفصل علاقتنا ماشي لانه بتتضح الرؤية وخلص الواحد بيقدر يتخذ القرار وبشوف الامور على حقيقتها فخلص بيتخذ القرار في هذا الموضوع طيب تأثيره على كل الابراج بما انه رح يصير بالجديد يعني رح يصير ما بين السرطان وما بين الجديد فايش التأثير رح يكون علينا فاحنا بنقول انه الخسوف بما انه النقطة الاقوى اللي موجودة اللي هي الشمس وموجودة بالسرطان معناته الخسوف بالسرطان عشان هيك بالنسبة لألنا البرج الحمل الامور البيتية والعقارية والعائلية بيتهم الرابع الثور الصفر داخل المدن والعلاقة مع الاخوة والجيران الجوزاء الناحية المالية السرطان يجب المحافظة على السمعة والانجازات القائمة الاسد التعامل مع مؤسسة كبيرة العذراء النشاط الاجتماعي والصداقات الميزان المركز الاجتماعي والعلاقة مع المسؤولين العقرب السفر والاتصالات البعيدة والامور القضائية القوس الأمور المشتركة الجدي الشراكة الدلو الصحة والعمل هدول اللي بدهم ينتبهوا منها يعني اللي أنا بذكرها كل هاي بتكون تنتبهوا منها والحوت العلاقة مع الأحبة لسيما الأولاد وصلت يعني نفس آثار وجود الشمس وتراجعه طارد لسه أصعب من الخسوف يعني ما رح تحسوا بالفرق ما رح تحسوا بأي شيء غير الوضع اللي أنتوا أساسا يعني مشغولين فيه طيب خلينا نروح على الزوايا نكمل الزوايا عشان ما نطولش الحلقة أكثر من هيك طبعا بالنسبة للزاوية اللي رح تصير ما بعد الخسوف هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر ونبتن رح تكون في تمام الساعة خمسة وثلاثة واربعين دقيقة مساء بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة عشر واثنى عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان زي عمل إنساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة لآخر زاوية برضو بتصير مساء تقريبا عن فترة ما بعد منتصف الليل زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة عشر وثلاثة عشر دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة يعني بمعنى آخر أنه القمر أول إشي يعني زاوية كلها اللي رح تصير إيجابية خلال هذا اليوم يعني ما في زاوية سلبية هي الزاوية الوحيدة السلبية اللي رح تصير بعد الحلقة وهي مع أورانوس وهي مدة الزاوية السلبية تقريبا بتيجي أربع ساعات قبل وأربع ساعات بعد أو خمس ساعات أقصاها ست ساعات وبتنتهي يعني ما قبلها وما بعدها يعني بتأخذ أربع أو أربع ثمان ساعات بالنسبة للتأثيرات طبعا هي ذروتها هي المهمة يعني قبلها بساعتين وبعدها بساعتين هي المهمة والباقي هاي بتكون آثار سلبية لأنه بتبلش تأخذ إيجابية من الزاوية اللي وراها أو سلبية من الزاوية اللي وراها يعني بتدعم إذا كانت الزاوية اللي وراها سلبية فقط لا غير طيب حكينا احنا ان القمر موجود بالجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد اللي هو يوم 6-7 رح يكون في تمام الساعة 9 و 35 دقيقة ظهرا ورح يستمر حتى تمام الساعة 10 و 8 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش وبعدها بنتقل للدلو اما بالنسبة لعمر القمر القمر المكتمل 14 يوم في تمام الساعة 5 و 17 دقيقة مساء بصير عمره 15 يوم نسبة الاضاءة 100% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة مزاجها منتحس القمر في الجدي حتى يوم 6-7 مزاجه سعيد مزاجه سعيد يعني مش منتحس عشان بده يسوي خسوف يعني رغم الخسوف مزاجه سعيد عشان هيك يعني هاي نقطة عشان نثبت لالكم انه ما في اثار راح تشوف انه ما في اثار يعني اما بالنسبة لعطارد عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم 12-7 مزاجه منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7-8 مزاجها سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9-9 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-9 مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه ممتزج ورانوس في الثور حتى يوم 15-8 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة للبيت الأول لائلكم شوي الأجواء عندك روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي طبعا بسبب زوية التربيع ما بين برجك وما بين الشمس فعلى الوضع النفسي بتكون روتيني ما في أي تغييرات ما في أي اهتمامات بتكون خلال هذا اليوم يعني بتتعامل بشكل روتيني على المستوى النفسي والشخصي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ممكن تحملك بعض الفرص اللي ممكن تيجي من عمل إضافي أو مستردات مالية أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو المساعدات وبتكون يعني بشكل إيجابي ولكن بيغلب عليك نوعية من الرغبة بالمصاريف خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء صحيح إيجابية بسبب الزهرة اللي ممكن تدعمك شوي على مستوى اتصالاتك وتنقلاتك وحواراتك وهي الأمور كلها فبتكون بشكل إيجابي إلا أنه اليوم ممكن تشعر ببعض الضغط أو العصبية أو الانفعال أو الرغبة في الجراءة أو الرغبة بالانطلاق أو أشياء زي هيك حاول أنك ما تتهور كثير وركز أثناء القيادة خوفا من الحوادث أو الأعطال اللي ممكن تصيب مركبتك أو تصيب أجهزتك الجهاز النقال أو تليفون أو الكمبيوتر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ضاغطة زي ما حكينا أنه الشمس وعطارد وبرضو الخسوف اللي احنا ذكرناه كله بتركز على البيت الرابع فعشان هيك الأجواء بتكون ضاغطة على مستوى البيت بتسبب نوع من أنواع الخلافات أو الجدالات أو نقاش حاد بيكون على مستوى البيت أو زعل أو عتب على أحد أفراد العائلة ممكن أحد الأبناء أحد الوالدين ممكن أنه نوع من أنواع الاهتمامات المنزلية اللي تكون مربكة يعني في إطار البيت الأمور تقريبا بيكون فيها نوع من أنواع صعوبة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي في شوي فيها نوع من أنواع السلبية يعني بتشحنك بطاقة سلبية ممكن تعصب أو تحتد أو تنفعل على الحبيب ممكن أن يكون لك ردات فعل سلبية خلال هذا اليوم أو نوع من أنواع التعاطف على مسألة معينة أو القلق على الحبيب أو على أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن يكون في وضع مربك شوي ولكن بتجاوزها عندك سرعة بديهة أو طاقة لتجاوز هاي الأمور ممكن يصير في عندك نوع من أنواع الترتيب إما لزيارة الطبيب أو لا أوراق علاج أو لا استمرارية الدواء أو لا الاهتمام بوضع صحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى الشراكة تقريبا الأجواء بتظلها جيدة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بصير فيه نوع من أنواع الضغط فممكن تحمل نوع من أنواع السلبية أو الإنفعال أو الحساسية من تصرف الشريك شريك المال أو شريك العاطف يعني الأزواج فممكن هاي شوي يكون فيها بعض الخلافات حاول أنك ما تخليها تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء يعني روتينية على مستوى الأموال المشتركة يعني بتتعامل بحسب طبيعتك حسب كفاءتك حسب طبيعة عملك حسب مكانتك فممكن تنجز بعض الأشياء الضرورية اللي إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التعمين أو الأمور اللي إلها علاقة بأموال الغير أو الميراث مثلا أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو بتحمل نوع من أنواع المشاحنة أو خبر شوي بزع لك من خارج البلاد اتصال مع شخص من خارج البلاد ممكن شوي يسبب لك توتر ممكن تقلق على أوراق قانونية أو معاملات إقامة أو تقلق بسبب امتحان واللي عندهم امتحانات بدهم يدرسوا ويستعدوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحضوض يعني فيه نوع من أنواع الضغط على البيت التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر واللي موجود فيه القمر وموجود فيه لوتو وموجود فيه المشتري وموجود فيه زحل وكلهم بيتراجعوا فأذا بيت السمعة صحيح أنه مشكلها سلبية يعني الكواكب فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن إجمالا منقول لك ما تغامر وما تخاطر وما تدخل بعمل مشبوهة وفي نفس اللحظة بدك تحافظ على سمعتك أما بالنسبة للتأثيرات العامة منقول أنه هاي الفترة مناسبة للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على إنجازاته القائمة أهم يش أنك تهدئ من روعك ومن إنفعالاتك اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب من الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما بالنسبة للبيت 11 فهو جيد على مستوى العلاقات والأصدقاء فممكن تتواصل مع بعض الأصدقاء أو يصير تقارب ما بينك وبينهم أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو رفقة مع أصدقاء بخروجة معينة أو اتفاق على أمر معين أو طلب مساعدة في شيء معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو نقدر نحكي روتينية فعشان هيك منقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول إنك ما ترهق حالك ما تدخل فيها أشياء كثيرة هيك ما تراكم الأعمال عليك وبرضو بدك تهتم بشؤونك الصحية أنت يعني يا شؤونك يا شؤون أحد الأحبة برج الثور طبعا بالنسبة للبيت الأول أجواء تقريبا جيدة على المستوى النفسي أنت مشحون بطاقة إيجابية اليوم نفسيتك أحسن في نوع من أنواع الرغبة للتغييرات أو إحداث أشياء مختلفة أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي في نوع من أنواع الضغوط بتسبب لك نوع من أنواع الإرباكات ممكن مصاريف زيادة أو أحداث طارئة أو أشياء إلها علاقة بالتقلبات المادية خلال هذا اليوم أهم إيش أنك تحافظ على فلوسك وما تصرف بدون حساب وركز بشكل جيد في الأمور المالية في منكم ممكن يحصل بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو مساعدات أو هبات أو أموال مستردة ولكن زي ما حكينا دير بالك من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فهو ضاغط بشكل كبير خلال هذا اليوم فعشان هي كم نقول لك يعني الخصوف والشمس وعطارد يعني كلها أحداث بتأثر على هذا البيت فبدك تدير بالك أثناء تنقلاتك حواراتك نقاشاتك ما تعصب يحاول أنك تهدى شوي برضو بدك تحافظ على صحتك على الجهاز العصبي خصوصا المعدل قلون أسفل الظهر هدولا مناطق حساسة لهذه الوضعية في منك اليوم ممكن يدخل بنقاش حاد مع أخ أو جار أو مع أحد الأحبة بدك تدير بالك برضو أثناء تنقلاتك يعني بدك تتركز خوفا من الحوادث أو بعض الأعطال أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه شيئا ما إيجابية على المستوى العائلي صحيح أنه في نوع من أنواع الضغوطات ممكن تكون الضغوطات هاي التزمات أو أعمال أو إنشغلات أو ترتيبات أو نقاش ولكن إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن تساهم في استقرار معين على مستوى البيت والعائلة أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء العاطفية جيدة وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب ممكن تهتم ببعض المسائل الجيدة اللي تقارب ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الأحبة زي الوالدين أو بينك وبين الحبيب وممكن تتفكر بالخروج أو تغيير الجو خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك العمل أو ما تقدر تنجز كل أعمالك خلال هذا اليوم ممكن شوي يظهر بعض الملفات الحساسة أو تظهر بعض المسئوليات لذجيلة عليك خلال هذا اليوم وبرضو بدك تنتبه لوضعك الصحي للنقاط اللي ذكرناها قبل قليل اللي هي المعدة القولون أسفل الظهر هؤلاء نقاط حساسة أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأجواء تقريبا روتينية إلا أنه في ساعة المساء ممكن هيك يصير فيه حدية بالطباع أو عصبية أو تقلب في المزاج أو تحسس من تصرف الشريك في مسأل ما أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط تماما على الأموال المشتركة فممكن يسبب لك نوع من أنواع الإيرباك بقضية مالية أو ديون أو مطالبات مالية أو حسابات أو ممكن الشريك يطالبك بأموال أو تبيان وين هاي الفلوس راحت يعني من هذا القبيل فبدك تكون حذر في هاي النقطة وبرضو انتبه لالتزاماتك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع بتشعروا أو بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك يوم أو بيكون هاي فيها الفترة فيها فترة نجاح وحظ خصوصا على مستوى العاطفي والعائلي ولكن بدك تنتبه لنقاط معينة أنه الخسوف والكواكب اللي بتتواجد يعني القمر وبلوتو والمشتري زحل كلها موجودة في البيت التاسع لا عندك فعشان هيك ممكن يسبب لك بعض الإرباكات يعني زي تعطيل مثلا في أمور إلها علاقة ببريد أنت بتنتظروا أوراق لها علاقة بالإقامة ممكن تتعطل أوراق قانونية مشاكل تصير بالمؤسسات التعليمية ممكن عندك امتحان تلاقي أنه صعب كثير بحاجة للجهد أو للتركيز أكثر ممكن ما عندك استيعاب كافي لحفظ المواد الفترة هاي بدك تركز يعني بدها جهد أعلى فعشان هيك بدك تهتم على هاي وممكن يجيك خبر من خارج البلاد شوي يكون مستفز أما بالنسبة إلى البيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين بعض الأشخاص ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بمساعدة زميل أو صديق أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة إلى بيتك 11 فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الأصدقاء يعني بتتعامل على حسب طبيعتك بلقاءاتك اجتماعاتك تنقلاتك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة ممكن أنت تنشط بالزيارات الاجتماعية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الضغط فبدك تدير بالك ما تجهد حالك ما تراكم أعمالك عليك وفي نفس اللحظة بدك تركز في إنجاز الأعمال وتراقب صحتك وأدويتك بشكل جيد برج الجوزاء طبعا نفسيا اليوم شوي بصير فيه تقلب عندك في المزاج شوي بتحس حالك مشحون أو مضغوط أو مكتعب أو بتتوتر بسبب موضوع معين أو شيء معين بيشحنك بطاقة سلبية وبيوترك وبعمل تقلبات بمزاجك حاول ما تخل الطاقة السلبية هي تسيطر عليك عشان أنت تقدر تتجاوزها بكل سهولة أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا بدك تكون حذر ومنتبه خلال هذا اليوم من أمور إلها علاقة بالأوضاع المالية ممكن تقلق بشأن مالي ممكن تهتم ببعض الأشياء المالية ممكن تكثر عندك المصاريف والدفعات خلال هذا اليوم وممكن يجيك خبر إلو علاقة بالوضع المالي شوي يكون مربك أهم شيء أنك تحافظ على ميزانيتك بشكل جيد بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة شيئا ما لغاية ساعات الصباح وبعدين بصير الأمور متراكمة بصير فيه نوع من أنواع الضغط أو التوتر ممكن تقلق بسبب موضوع أو نقاش تحتد فيه فبدك تمسك أعصابك أثناء تنقلاتك برضو بدك تنتبه تحافظ على تركيزك بشكل جيد أثناء القيادي وبرضو ممكن يصير عندك أعطال أو إصابات أثناء الحركة بدك برضو تكون مركز على هاي النقطة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى البيت بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو إنجاز بعض الأعمال المهمة أو الروتينية أو أشياء العلاقة بالتصليحات بالترتيبات والاهتمامات المنزلية كلها هاي تقريبا ممكن تنشط فيها خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي شوي الأجواء شبه روتينية يعني ما فيها الإشي الإيجابي لكثير فعشان هيك بتتعامل أنت وأحبتك بشكل روتيني ممكن يحمل لك لقاء أو اتصال أو تواصل أو تفاهم على مسألة معينة يعني الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الإيجابية إذا أنت شحنت حالك بطاقة إيجابية ممكن يكون لك رغبة بأمور إلها علاقة باهتمام مثلا بأحد الأبناء أو بواجبات اتجاهه وممكن مع أحد الوالدين أو مع أحد الأحبة أو تفكر في القروج وتغيير الجو أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وممكن تحمل لك بعض المفاجآت على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ممكن يكون لك بعض الترتيبات اللي إلها علاقة بإنجاز بعض الملفات خلال هذا اليوم صحيح أنه ممكن تنضغط بأكثر من معاملة أو أكثر من عمل مع بعض ولكن بالمقابل أنه عندك القدرة على الإنجاز وأهم شيء أنك تنتبه لصحتك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط فهذا بوتر العلاقات ما بين الشركاء شركاء المال أو شركاء العاطفي أو بيعمل نوع من أنواع العصبية بالتعامل أو التحسس من موقف معين بتاخده الشريك فعشان هيك بدك تمسك عصابك ما تكبر النقاشات ولا تخلي الجدالات تزيد تقريبا الأمور ممكن تسيطر عليها إذا أنت التزمت يعني بالتحذيرات اللي أنا بحذرك فيها وبرضو بالمقابل لدك تنتبه لصحتك أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا فيه نوع من أنواع الضغط يعني على الأموال المشتركة فاليوم بتعيد تنظيم أموركم المالي المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة سارع في تهدئة الأجواء هذه فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أن تتحلى بالليوني والتفكير الموضوعي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع السلبية أو الأخبار المش منيحة أو العصبية من سبب أو بسبب شخص خارج البلاد أو مواضيع العلاقة بالسفر أو التنقلات أو بريد أو أشياء بتكون مشتريها وبتتأخر أو أوراق قانونية إلها علاقة بالإقامة إلها علاقة بالدراسة إلها علاقة بشهادات بتحاول تصدقها كل الأمور هاي ممكن يكون عليها خلاف اللي عنده امتحان بس بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة فممكن تحملك اليوم إما تعامل مع شخصية معينة أو طلب الحاجة من شخصية ذات نفوذ يعني في منصب معين لمساعدك في مسألة أو لاستشارته في مسألة معينة وفي منكم ممكن يكون له تعامل مع زميله أو رئيسه بالعمل لإنجاز بعض الأعمال أو ينجز أعماله يسمع كلمة إطراء أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا روتينية خلال هذا اليوم ممكن أنك تتعامل مع أصدقائك بشكل روتيني على حسب طبيعتك ما رح يكون عندك الحماس الكبير للقاءات والخروج والأشياء هاي إلا إذا أنت بدك تخرج لحالك ولكن مع الأصدقاء يعني قدر الإمكان بتتعامل بشكل روتيني على حسب طبيعتك يعني إذا أنت طبيعتك بتحب الأصدقاء وبتحب ترافقهم فهذا رح يكون إذا أنت ما بتحب معناته أنت رح تنعزل وما تتجاوب مع أحد أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية برضو يعني بتنجز أعمالك بالشكل الروتيني على حسب طبيعتك وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية خلال هذا اليوم أو الغذائية أو الاهتمام بنوعية غذاء معينة أو تشتي أكل معينة مثلا تخطر على بالك وتكون أنت جاي عبالك توكلها خلال هذا اليوم فهذا أمر طبيعي وممكن تهتم بصحة أحد الأحبة برج السرطان طبعا بالنسبة لبرج السرطان معروف إنه الشمس موجود عنده عطار ده بيتراجع عنده القمر الآن مقابله وبرضو الخسوف اللي بده يصير يعني ضغوطات بأكثر من عامل على المستوى النفسي عندهم فعشانك نفسيا شوي ممكن اليوم تشعر ببعض التحسن ولكن إجمالا ما فيه تحسن يعني مكتئب نفسيتك حزينة أفكار سودة متقلب في المزاج عندك نوع من أنواع القلق إما عليك أو على أحد الأشخاص اللي بيهموك فهذا بسبب عليك برضو بأثار سلبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي تقريبا نقدر نحكي إنه في بعض الفرص المالية خلال هذا اليوم اللي ممكن تجيك من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو نوع من الدعم أو الاهتمام أنت بمصدر لجلب الأموال أو الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا أضعف بالتنقلات والحوارات خلال اليوم ممكن تدخل بنقاشات حدي وخصوصا في ساعات الصباح أو تحتد في مسألة معينة أو تعصب أثناء النقاشات تلاقي حالك مش مركز بشكل جيد أثناء القيادة برضو بدك تتركز قيادتك للسيارة بدك تركز بشكل جيد حاول إنك ما تنفعل وما تعصب خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت بتعمل نوع من أنواع الألف أو التعاطف أو إنجاز بعض الأعمال أو المهام المنزلية أو الاهتمام بنقاش أو موضوع معين أو الاهتمام بتصليحات أو ترتيبات أو مشتريات أو بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي برضو فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني بتعملك نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أو التعاطف ما بينك وبين أحد الأحبة يعني أحد الأبناء أو أحد الوالدين وممكن تفكر في نوع من أنواع التغيير الجذر اليوم كنوع من أنواع إنك تكسر القاعدة عشان تطلع من الجو اللي أنت فيه أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل يعني ما عندك الرغبة الكثير لإنجاز الأعمال ممكن ترتبك لمسألة معينة ممكن يصير عندك نوع من أنواع الضغوطات تنجز الأعمال الضرورية فممكن يتراكم أو أن تتأجل أعمال لثاني يوم وفي منك ورح يهتم بشأن صحي أو ضغط صحي أو أمور إلها علاقة بالتعب الصحي أو الإرهاق أو شعور بنوع من أنواع الاكتئاب أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا فيها يعني الفترة هاي بتكون عادة مناسبة في مجال العمل والعاطفي أو مع شركاء العمل وشركاء العاطفي اللي هم الأزواج طبعا الفترة هاي فترة فيها نوع من أنواع السلبية كمان وفيها نوع من أنواع الضغط ما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض خلال اليوم لمضايقات أو خلافات أو تجد أن طاقتك هافته فتشعر ببعض الضعف أو التعب وخصوصا بالمناطق الصحية الضعيفة عندك يعني إذا أنت تعبك بالنفس بتتعب اليوم بالنفس تعبك على الصدر بتتعب بالصدر عندك تحسس بتلاقي التحسس نسبة زادت موضوع المعدة بتلاقي المعدة زادت يعني بظهر نقاط الضعف عندك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الأموال المشتركة ممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو الدفعات أو الفواتير أو الالتزامات أو توزيع أمور مالية خلال هذا اليوم على حسب الحاجة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بيحمل نوع من أنواع الضغوط والضغوط اللي إلها علاقة إما بالاتصالات البعيدة أو الحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو مسائل إلها علاقة بالسفر أو أوراق السفر أو أمور إلها علاقة بالدراسة يعني تقريبا هاي كلها بيكون فيها نوع من أنواع الضغوط ممكن حتى على التنقلات على الشوارع المفتوح هيصير فيها نوع من أنواع الضغوط فعشان هيك بدك تهتم بالمسائل هاي إذا عندك إمتحان أو دراسة بدك تركز بشكل جيد وما تخلي الإحباط يسيطر عليك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة شوي فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك منقول لك ما تجازف وما تغامر وما تنفعل وما تعصب وما تدخل بخلافات مع زملائك أو رؤساك بالعمل وما تتأخر عن دوامك وما تخالف القوانين كل هاي الأمور اللي إحنا ذكرناها بتشوه السمعة فعشان هيك بدك تحافظ على سمعتك وعلى استقرارك العام أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فلغاية ساعات الصباح الأجواء بتكون روتينية وضغط وملل وأشياء زي هيك ولكن ممكن في لحظة يصير اتصال ما بينك وبين أحد الأصدقاء فيدعمك بمسألة معينة أو يحاول أنه يطلعك من الجو اللي أنت فيه فيصير إما مرافقة مع صديق أو تواصل معه أو لقاء أو نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أحد الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة أو خروجة أو مناسبة مثلا أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالأمور الصحية أو الرقابة أو أدوية مكملات نوعية غذاء معينة يعني بتلاقي فيه نوع من أنواع التغيير على المستوى الحياتي يعني على طعامك على دواءك على راحتك هاي الأشياء بتركز عليها خلال هذا اليوم برج الأسد طبعا اليوم ثقاتكم بأنفسكم بتكون أكثر بتكونوا مدعومين بطاقة أكثر في عندكو يعني أشياء إيجابية ممكن تحسن من مزاجكو أو تدعمكو بشكل جيد خلال هذا اليوم ما تحاول إنك تخلي أو ما تخلي الاكتئاب أو الأفكار السودة أو الأشياء الضاغطة إنها تأثر على نفسيتك بشكل غير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بتعملك نوع من أنواع لهيك القلق المالي أو المصاريف أو الالتزامات ممكن تحمل لك بعض المساعدات أو الدعم أو الهبات وممكن تحصل على بعض الأموال من عمل إضافي أو نوع من أنواع المستردات أو ممكن نوع من أنواع المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتظل جيدة على مستوى الحوارات والنقاشات والتواصل صحيح إنه الأجواء فيها نوع من أنواع العصبية ولكن إنه في ساعات المساء بتغلب العصبية أكثر عليك يعني الضغط هذا والتوتر والإنفعال بدك من ساعات المغرب تقريبا بتبلش تحسن فيه نوع من أنواع الضغط السلبي بدك تركز بشكل جيد أثناء القيادة أو قيادتك للسيارة أو أثناء تعاملك بالأجهزة الإلكترونية من الأعطال أو مع بعض الأمور اللي ممكن تشكل خلل وبرضو في نفس اللحظة راقب جهازك العصبي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت شيئا ما بتهدى الوتيرة ممكن يكون فيه نوع من أنواع الجدال أو النقاش الحاد على مستوى البيت أو تتوتر من مسألة معينة ولكن إجمالا الأجواء بتقدر أن تتحولها لإيجابية وتعمل نوع من أنواع التقارب أو المصالحة أو الإنسجام ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم ببعض الأمور المنزلية زي تصليحات أو ترتيبات أو مشتريات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي فيها إيجابية يعني بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أو إنسجام ما بينك وبين الحبيب ولكن بالمقابل بتخليك حساسة زيادة عن اللزوم ممكن تتوتر أو يستفزك الحبيب أو تمل من تصرف معين فشوي بدك تمسك أعصابك أنت وما تخلي هاي السلبية زي ما حكينا هي اللي تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا هذا الجدي وبما إنه هو بيت الصحة وبيت العمل فأكيد فيه نوع من أنواع الضغوط بسبب الخسوف وبسبب تواجد كل هالكواكب اللي موجودة بلوتو والمشتري وزحل اللي بيتراجعوا كلهم في هذا البيت والشمس اللي موجودة في بيت متاعبك فهاي بتضغط عليك على العمل وعلى الصحة فهم هذول أكثر مسألتين بأرقوك فعشان هيك أكثر الأمور المضطربة عندك بتكون الأمور اللي إلها علاقة بالصحة والأمور اللي إلها علاقة بالعمل فعشان هيك اليوم شو منقولكم منقولكم إنجزوا ما بيغسعكم من العمل المتاركم دون المبالغة في ذلك بتكون تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بدك تكون منظم وأحسن إدارة عملك وإحذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك وما تأجل ولا تماطل في إنجاز أعمالك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية ماشي؟ أما بالنسبة للبيت السابع فعلاقتك مع الشركاء اليوم روتينية يعني علاقتك مع شريك المال أو العاطفي مع الأزواج بتتعاملوا على حسب طبيعتكم لا إيجابية ولا سلبية يعني على حسب طبيعتك بتتعامل أما بالنسبة للبيت الثامن في الأجواء على المستوى الأموالي المشتركة برضو بتحمل نوع من أنواع الإيجابية فممكن تحمل لك مساعدة أو دعم أو نوع من أنواع الإنفراجات المالية اللي ممكن تيجي على شكل الهبات أو أمور العلاقة بالقروض أو المساعدات أو أنت تطلب مساعدة من أشخاص أو تجيك نوع من أنواع الدعم اللي أنت مثلا ما بتكون متوقعه أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن شوية تكون فيها نوع من أنواع الإرباك ممكن ما عندك نفس أساسا أنك أنت ترد على اتصالات أو تتعامل مع أشخاص خارج البلاد ممكن يكون في ضغط امتحانات ممكن ضغط عليك بأعمال أو دراسة أو بحث أو واجبات كل هذه علاقة بالبيت التاسع أهم شيء إذا كان عندك امتحان ودك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضود وانتبه أثناء قيادتك للسيارة كمان مرة من نبهك أما بالنسبة للبيت العاشر في الأجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك فممكن اليوم تنشط ببعض العلاقات أو التواصل مع بعض المعارف أو إنجاز بعض الأشياء المهمة بالتعاون مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أو ممكن تلجأ لبعض المعارف لا استشارته في مسألة ما أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى بيت الأصدقاء وبيعزز علاقتك مع الأصدقاء أكثر وبعمل تقارب ما بينك وبين الأصدقاء ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو أنت تسعى لقاء الأصدقاء في هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك البيت المتاعب فطبعا بدنا ننبه فنقول لك ما تراكم الأعمال يعني زي ما حكينا في البيت السادس حاول أنك تنجز عملك وما ترهق حالك كثير حاول أنك أنت تراقب غذائك وتراقب راحتك بشكل جيد وفي نفس اللحظة بدك تنتبه لصحتك بشكل جيد ولأدويتك برضو بشكل جيد برج العدراء بالنسبة للبيت الأول الأجواء تقريبا إيجابية وتدعمك خلال هذا اليوم تشعر أنه في عندك ثقة بالنفس عالية وعندك رغبة لإنجاز كثير من الأعمال وبرضو عندك حيوية عالية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بفيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي ممكن تحقق بعض المكاسب خلال هذا اليوم ممكن بعض الأمور المالية أو اللي بات مساعدات أو تهتم ببعض الحسابات ولكن أهم شيء أنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى تنقلاتك واتصالاتك وحواراتك فممكن تنشط بالنقاش أو الحوار عندك سرعة بديهة عالية برضو عندك قدرة على إقناع الأشخاص بوجهة نظرك بتكثر عندك الاتصالات والحركة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية بتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو بتعمل نوع من أنواع الإنسجام ممكن تقلق بمسألة أو أمور إلها علاقة بالترتيبات أو التصلحات أو الأعمال اليومية أو العلاقة بالبيت والعقارات بشكل روتيني تهتم فيه خلال هذا اليوم وممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب أو التعاطف مع أحد أفراد العائلة زي أخ أو جار أو ابن مثلا أو أب أو أم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء برضو جيدة بتشتد رغبتكم في التقارب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم ومكن تنفرج أساريرك وتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء أهم مش أنك الفترة هي تستغلها لتصحيح الأخطاء ولكن بيستوجب علي أني أنا أنبه لنقاط أنه بما أن الخسوف رح يكون موجود في بيتك الخامس مع موجود القمر فهذا رح يضعف الحظوظ فما تعتمد على الحظ كثير وفي نفس اللحظة بيعمل نوع من أنواع الحساسية فممكن تعصب وتحتد على الحبيب أو تحتد من تصرفات الحبيب وهي تخلق لك نوع من أنواع المشاكل أو ردات الفعل السلبية أو ممكن تتطور مشكلة من مرحلة لمرحلة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى تقارب أو تلاقي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وممكن يكون لك بعض الاهتمام الصحي أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفي فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم مع أزواجكم وشركائكم بالمال أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء فيها نوع من أنواع الضغط في أمور مربكة العلاقة بالأمور المالية ممكن تظهر بعض المسائل المالية المفاجئة أو تهتم ببعض الأوراق أو المعاملات أو الديون أو القروض أو أمور إلى علاقة ببنك ضريبة تأمين أو أمور إلى علاقة بالأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني شوي فيها نوع من أنواع التقلب ممكن تعصب بسبب أوراق قانونية أو معاملات ممكن تقلق بسببها ممكن تقلق بسبب امتحان أو دراسة أو مؤسسة تعليمية يعني بحاجة للدراسة وممكن يصلك خبر من خارج البلاد شوي يوترك أو تتعامل مع أشخاص خارج المنطقة اللي أنت ساكن فيها فيسبب لك نوع من التوتر وممكن يجبرك على تنقل أو سفر أو تواصل بشكل مباشر مع أشخاص في مكان بعيد أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة تقريبا جيد يعني بيدعمك بشكل إيجابي ممكن تعزز سمعتك اليوم أو علاقاتك أو يكون لك تعامل مع زملائك أو رؤسائك بالعمل لإنجاز بعض الأمور المهمة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني ولكن برضو بسبب نوع من أنواع الضغط فعشان يكي من فترة لأخرى ممكن تنزعج من صديق أو ممكن توجه انتقاد فينفع الصديق وممكن أنت ما يعجبك تصرف صديق ممكن يعني تنشط بشكل روتيني مع الأصدقاء بدون لا إيجابي ولا سلبية أو يكون ما فيه نفس أساسا للتواصل أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يساعدك على الاهتمام بصحتك أو أدويتك أو رقابة علاجية أو ممكن مراجعة الطبيب وفيه منك ورح يهتم بوضعه هوة أو وضع الأحبة صحية برج الميزان طبعا بالنسبة للبيت الأول ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك نفسيا بتكون متقلب خلال هذا اليوم مشحون بطاقة سلبية برضو فيه نوع من أنواع المضايقة أو الاكتئاب أو عدم الرغبة بإنجاز بعض الأشياء ممكن تحس بنوع من أنواع التوتر النفسي خلال هذا اليوم وممكن يكون حدث هو اللي بزعجك أو بعصبك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة وبتدعمك برضو بشكل جيد على أمور إلها علاقة بالأموال ممكن أن تحصل بعض المكاسب خلال هذا اليوم أو بعض الأرباح ممكن دعم هبات هدايا مساعدات أشياء من هذا القبيل ولكن الأهم أنك أنت تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنت منفعل وعصبي خلال هذا اليوم بسبب لك نوع من أنواع التوتر أو الحدية أو العصبية أثناء النقاشات وبرضو بدك تنتبه أثناء القيادة وأثناء الحركة خوفا من الحوادث والإصابات وبدك تنتبه أثناء نقاشاتك من الحدية ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم وشوي ممكن يكون الغالب العصبي موجود أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء ضاغطة بشكل سلبي على مستوى البيت صحيح أنه القمر موجود ولكن أنه الخسوف بضعف شوي من الحضوض وشوي بوتروك باقي الأبراج زي بلوته والمشتري والجدي فأمور البيت شوي بتكون مسؤوليات ضاغطة فعشانيك بنقول لك بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة الأجواء شوي فيها عدائية ومتوترة راعي وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي جيدة بتقارب ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين الأحبة فممكن برضو تعمل نوع من أنواع الإنسجام أو تقارب ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الأحبة زي أحد الوالدين وممكن مع الحبيب نفسه ممكن تفكر في تغيير الجو أو يطمئن بالك لمسألة إلها علاقة بالحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة فعشانيك بتسبب لك توتر ممكن كثرة الأعمال أو الواجبات أو الالتزامات أو ممكن أنه يتراكم العمل عندك خلال هذا اليوم وبرضو ممكن أنه تشعر ببعض التوعق أو بعض الأمور الصحية الطارقة اللي تصير فبدك تنتبه لهاي الأمور أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع التوتر أو العصبية أو الحساسية أو الحدية أثناء التعامل مع الشريك شريك المال أو شريك العاطفي لهم الأزواج فممكن تتوتر بسبب تصرف أو بسبب كلمة أو بسبب تعامل أو بسبب إهمال أو تقصير فعشان هيك ممكن هذه الأمور تحز بنفسك هيك فأنت تحس حالك أنه يعني خلص الأجواء بتصير سلبية عندك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء الروتينية برضو على المستوى المالي أو الأموال المشتركة فما فيه لا إيجابية ولا سلبية فبتتعامل على المسائل المالية المشتركة زي البنوك والضريبة والتأمين وأمور الأوراق القانونية والمعاملات والديون والقروض هاي كلها بتتعامل فيها على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن تعمل نوع من أنواع الاتصالات أو كثافة الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بالتنقلات أو الاطمينان على بعض الأشخاص أو شراء أشياء من خارج البلاد أو ممكن أنه أشياء العلاقة بالأوراق القانونية والمعاملات أو المؤسسات التعليمية ولكن بالمقابل حاول إذا كان عندك امتحان أنك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ضاغطة على مستوى بيت السمعة فممكن أي شيء يستفزك ويشوه السمعتك خلال هذا اليوم فلازم أني أنا نبهك للأشياء اللي بتشوه السمعة إيشي مخالفة القوانين الدخول بأشياء مشبوهة المجازفات التأخر عن دوامك في العمل دخول بخلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل الحدية بالطباع كلها هاي بتسبب لك تشويه سمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فما زال دعمك بشكل قوي فممكن اليوم برضو يعني يكون فيه نوع من أنواع النشاط أو التقارب أو التلاقي ما بينك وبين الأصدقاء أو حل بعض المسائل اللي بتكون صعب أنها تنحل بمساعدة صديق وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو ممكن أنت اللي توجه دعوة لحضور حفلة أو مناسبة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نحكي إنها ضاغطة لأنه بتتزامن عليك الأمور فممكن يتراكم عندك بعض العمل أو ما تقدر تنجز كل أعمالك خلال هذا اليوم بل لكن الأهم من أنك تنتبه لصحتك وتنتبه لغذائك بشكل جيد برج العقرب طبعا بالنسبة للبيت الأول يعني معروف أنه الفترة هاي فيه نوع من أنواع الإيجابية بدعمك ولكن بسبب الضعف اللي موجود بالكواكب اللي موجودة في الجدي فهو شوي بيحول الجو للجو الروتيني يعني بتتعامل على الوضع النفسي الروتيني بدون لا إيجابية ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني ما فيه إشي يضغطك سلبي ولا إشي يعطيك إيجابية أهمش أنك تتحكم بعصبيتك أما بالنسبة للبيت الثاني في الأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها بتحمل بعض الفرص المالية اللي عادة تيجي على شكل دعم أو هبات أو مساعدات أو ممكن نوع من أنواع إنجاز المعاملات أو أشياء العلاقة بالعمل الإضافي أهمش أنك ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ضاغطة فعشان هيكي قلت لك أنه البيت الأول روتيني شوي بيسبب لك نوع من أنواع التوتر أو العصبية أو الحدية بالطباع أو بتكون لاذع بانتقاداتك أو بكلامك بدك تمسك لسانك بدون ما تبالغ وفي نفس اللحظة اللي عنده أمتحان أو عنده مقابلة اليوم بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحدود ممكن تنشط ببعض الاتصالات أو الحوارات مع بعض الأشخاص بالهاتف أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا روتينية يعني بتتعامل على طبيعتك في البيت أو بتقدم الواجبات المطلوبة منك بتعمل بشكل روتيني اهتماماتك ترتيباتك تعزيلك تعاملك مع العائلة أفراد العائلة كلها تقريبا بتكون روتينية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء إيجابية وهي بتقارب ما بينك وبين الحبيب ممكن تهتم بمسألة معينة أو تعمل تقارب معين ما بينك وبين الحبيب أو الاهتمام بأحد الأحبة أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء وممكن تقارب ما بينك وبين الحبيب وممكن تفكر بخروج بنزوة أو تغيير جو أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطها ما زالت أو بتسبب نوع من أنواع العقبات بشأن صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة وهذا بسبب لك قلق وبرضو بيضغطك على مستوى العمل فعشانك ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو بعض الاهتمامات اللي ممكن أنه ما تقدر تنجز كل أعمالك فيتراكم عندك عمل لليوم الثاني أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو جيدة بتدعمك على مستوى الشراك المالية والعاطفية وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تنشط ببعض المسائل اللي لها علاقة بالبنوك بالضريبة بالتأمين بالأشياء هاي فممكن تهتم فيها بشكل قوي وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى الديون والقروض أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء شوي بتكون ضاغطة زيها زي البيت الثالث فعشان هيك يعني بتكون فيه قلق أثناء التنقلات أو أثناء الحوارات أثناء تأدية الامتحانات بالعلاقة مع الأخوة أو مع الجران ممكن بأمور إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أو بالمراسلات الخارجية أو الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد يعني تقريبا هاي كلها بيكون فيها نوع من أنواع الضغط بدك تنتبه لها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة فممكن تعزز بعض الأمور على مستوى السمعة بشكل جيد ممكن تنجز بعض الأعمال بمساعدة زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء ففيه نوع من أنواع الضغط فممكن تتوتر أو تقلق بشأن صديق أو تتعصب أو تنرفز بسبب تصرفات صديق فتحتد عليه أو أنه شوي يكون فيه نوع من أنواع المشاحنة ما بينكم برضو تحمل الأيام هاي نوع من أنواع التلاقي في مسألة معينة أو زيارة أو نوع من أنواع اللمي أو أشياء من هذا القبيل بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيت المتاعب فبرضه منحذر على أمور إلى علاقة بالعمل والصحة فمنقولك ما تراكم الأعمال عندك حاول تنجز اللي بتقدر عليه وفي نفس اللحظة يعني حراقب وضعك الصحي بشكل جيد واخذ قصد كافي من الراحة ممكن تحمل لك هاي الفترة نوع من أنواع القلق أو الإطمئنان يعني يا هاي يا هاي على أحد الأحبة أو أحد الوالدين برج القوس طبعا بالنسبة للوضع النفس اليوم يعني شيئا ما فيه نوع من أنواع التقلب أو الحدية أو بعض الأفكار السودة اللي ممكن تتسلل لك أو نوع من أنواع الاكتئاب أو الضغط فيه نوع من أنواع ردات الفعل هيك اللي ممكن شوي إنها تخليك محتار أو تتخذ قرارات بعد مرات ممكن إنها تكون فيها نوع من أنواع التسرع حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تستسلم لهاي الضغوطات أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء رح يكون فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى المالي مصاريف أو رغبة بالمصاريف ممكن تتعطل بعض الأمور المالية ممكن شوي ما تركز على بعض الأمور بطريقة علمية يعني شوي تكون متسرع في الأشياء المالية أهم شيئا إنك تخفف منها النفقات صحيح إنه ممكن تحصل بعض الأمور المالية ولكن تيجي بنوع من أنواع الصعوبة أو بنوع من أنواع التعب أهم شيئا إنك أنت تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث تقريبا الأجواء بنقدر نحكي فيها نوع من أنواع العصبية والحدية والتوتر خلال هذا اليوم فبتحملك نوع من أنواع العصبية أثناء الحديث فحاول قدر الإمكان أنك يعني تشحن حالك بطاقة إيجابية ممكن تكثر عندك بعض الاتصالات أو التحركات خلال هذا اليوم بدك تنتبه أثناء تنقلاتك خوفا من الحوادث أو الأشياء الطارئة اللي ممكن تسبب لك أشياء سلبية إذا عندك امتحان دك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض ممكن يكون لك تعاون بينك وبين أخ أو جار وممكن يكون نقاش حاد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا روتينية يعني بتتعامل بطبيعتك بدون لا إيجابية ولا سلبية ولكن بتحاول أنك تفرض رأيك أو تفرض سلطتك أو تتدخل في شؤون ممكن هاي الأشياء شوي تسبب لك نوع من أنواع يعني تزعج غيرك مش تزعجك أنت أو ممكن تحدث بعض النقاشات العائلية اللي شوي تكون منها مربك ممكن يكون عندك بعض الاهتمامات البيتية أو بعض الواجبات اللي شوي يكون في منها بعض القلق أو بعض التعب أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء متقلبة خلال هذا اليوم في منك أشخاص راح يكون عندهم لقاءات أو اهتمامات أو تواصل عاطفي ما بينهم بين الأحبة وفي أشخاص ممكن يكون في نوع من أنواع الحدية أو العصبية أثناء تعاملهم مع الحبايب وممكن شوي تحسسوا من بعض التصرف أو يصير في خلاف ما بينهم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بابن أو بأحد أفراد العائلة أو الأحبة عليك زي الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى العمل فممكن تفتح لك بعض المجالات في العمل هاي وممكن تنجز بعض الأعمال المهمة والضرورية خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو الأمور اللي إلها علاقة ببعض الأدوية أو المكملات الغذائية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى بيت الشراكة فممكن تدعمك ببعض الأمور وتساعدك في بعض الأمور ولكن بدك تنتبه من الحساسية أثناء التعامل مع الشريك وخصوصا شريك العاطفي ممكن تتحسس من تصرف أو من كلمة أو من أسلوب أو من إهمال معين فاتثير مشكلة كبيرة وصير في عندك ردة فعل سلبية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء فيها نوع من أنواع الضغط على الأموال المشتركة فممكن يتعطل لك مسألة لها علاقة بقرض أو لها علاقة ببنك أو أوراق لها علاقة بمطالبات مالية أو التزامات مالية ما تقدر تزبطها يعني بمعنى آخر بدك تنتبه من الأمور اللي لها علاقة بالأموال المشتركة لأنه في عليها نوع من أنواع الصعوبة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى الاتصالات وعلى مستوى التواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن أنك تهتم ببعض المسائل العلمية أو البحثية أو فلسفة أو دين أو حتى غيبيات ولكن أهميش أنك ما تجازف في أشياء أنت مش مستعد لها بشكل جيد وخصوصاً الامتحانات والمناقشات بدك تكون مستعد لها بشكل جيد ومجهز أوراقك ومعاملاتك على أكمل وجه وخصوصاً برضو الأوراق القانونية والمعاملات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريباً روتينية على مستوى العمل يعني بتدعم بواجباتك وبعمالك بشكل روتيني ممكن يكون لك بعض الاهتمامات أو التقارب ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أو حل مشاكل ما بينك بالعمل يعني كان صعب أنك تحلوها بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بضغطك على مستوى الأصدقاء فممكن يسبب لك توتر أو تحسس من موقف صديق أو تستاء من تصرف صديق اليوم فشويها يتأثر على نفسيتك ممكن شوي تدخل في جو زي الاكتئاب أو الضغوط حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ولو استفزك حد حاول أنك ما تتعاطى معه عشان ما تكبر الأمور أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية يعني بمعنى آخر بتنجز أعمالك بشكل عادي وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالتغذية أو الأغذية أو مراقبة الصحة أو مكملات أو أعشاب أو أشياء من هذا القبيل برج الجديد طبعا بما أن القمر موجود عندكم من المفروض أنه يعطيكم ثقة بالنفس كبيرة خلال هذا اليوم ولكن السبب أنه بسبب الخصوف وبسبب تجمع هاي الكواكب اللي موجودة اللي عندك بلوتو والمشتري وعندك زحل وكلهم بتراجعوا فهو بضغطك على المستوى النفسي شوي ممكن يسبب تقلب بالنفسية عندك ممكن يشحنك شوي بنوع من أنواع التردد أو عدم الرغبة بإنجاز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم أو بتحصر أمورك على الأمور المهمة فقط لا غير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأمور المالية فممكن تحقق بعض الإنجازات المالية خلال هذا اليوم أو المكاسب ولكن بالمقابل ممكن تظهر عندك مصاريف أو ضغوطات مالية خلال هذا اليوم بدك تنتبه لها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات والنقاشات برضو بتحس أنه اليوم في عندك سرعة بديهة عالية ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن في لحظات ممكن تفقد السيطرة على نفسك فتصير عصبي شوي أو ردة فعلك عصبية بدك تنتبه أثناء القيادة قيادة السيارة وبرضو أثناء النقاشات ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنها روتينية على مستوى البيت يعني ما فيه لا إيجابي ولا سلبي بتتعاملوا على حسب طبيعتكم في الشؤون العائلية أو الأمور البيتية أو التصليحات والتربات والمشتريات يعني بتكون بشكل طبيعي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية عندك جيدة وبتعمل تقارب ما بينك وبين الحبيب ممكن اليوم تحمل لك مصالحة أو تقارب أو تراجع عن قرار سابق وبرضه في المقابل ممكن أنه يكون شوي فيه نوع من أنواع الاهتمام الخاص بأحد الأبناء أو بأحد الأحبة لهم مثلا الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل شايف أنا فيه نوع من أنواع الضغط فهذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم أو ما تقدر تنجز كل أعمالك أو يكون بعض أعمالك فيها نوع من أنواع صعوبة وبرضه في نفس اللحظة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات أو المراجعات الطبية أما بالنسبة للبيت السابع فهو بيضغطك على مستوى بيت الشراكة يعني بيخليك شوي يكون فيه نوع من أنواع الخلل أو ردات الفعل السلبية وفي نفس اللحظة بيضعف من طاقتك فهي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو التقلب الصحي فحاول قدر الإمكان تراقب طاقتك وتراقب وضعك الصحي وما تخلي الأمور السلبية تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحصل بعض الأموال خلال هذا اليوم أو تهتم ببعض الأمور اللي لها علاقة بالدعم أو القروض أو المساعدات أو أمور اللي لها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو يعني ممكن تعطيك بالنوع من أنواع الإيجابية على مستوى اتصالاتك لبعيدة أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد ولكن ممكن تظهر بعض الأوراق أو المعاملات القانونية اللي شوي منها يكون مربك ممكن شوي اللي عندهم امتحانات جامعية تحديداً أو مناقشات بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وبتدعمك بشكل قوي فهي بتساعدك على مكانتك أو على علاقتك وبرضو في نفس اللحظة بتدعمك على مستوى مكان العمل فبتقارب ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعد ففيه نوع من أنواع الضغط فعشان هيك منقول لك حاول أنك أنت تنجز الأعمال الضرورية والمهمة ما تخلي أعمالك تتراكم عليك وفي نفس اللحظة راقب وضعك الصحي بشكل جيد ممكن اليوم يحمل لك نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا بالنسبة للبيت الأول معروف بيت الشخصية أنه روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني تقريبا تتعامل على حسب طبيعتك ما يشيء ممكن تحس بشوية تركود تحس بنوع من أنواع تقلب المزاج عندك تشعر ببعض الارتخاء المعنوي والنفسي يعني حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتتجاوز ضغوط بيت المتاعب أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المسائل المالية اليوم أو بعض الدفعات أو الالتزامات اللي منها ممكن يكون مربك ومنها ممكن تجيك مصاريف بشكل مفاجئ أو التزامات مالية شوي يتخليك تكون متوتر في منكو ممكن يحصل بعض المكاسب المالية ولكن على الأغلب ما بتيجي غير من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ضغطة بشكل كبير فاليوم بتلاقي عندك عصبية أو حدية أو تهور أو اندفاع بشكل كبير حتى بنقاشاتك بحواراتك باتصالاتك بيغلب عليك الطابع العصبي حاول أنك أنت ترتب أمورك بشكل جيد وانتبه أثناء قيادتك للسيارة بيع خصوصا على الشوارع المفتوحة وبرضو بالمقابل ركز إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت يعني بتعمل نوع من أنواع التقارب أو شوية سلام أو إطمئنان على مستوى العائلة فممكن اليوم يعني تعمل نوع من أنواع التقارب أو الاندماج ما بينك وبين العائلة أو ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تشاركوا في مسألة معينة أو تحلوا مشكلة معينة وفي منك رح يهتم ببعض التصليحات أو الترتيبات أو اهتمامات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا نقدر نحكي لأجواء جيدة فما زالت الأجواء بتدعمك وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب فممكن اليوم يعني يكون فيه لقاء أو مواعدة أو اهتمام حتى بالأحبة زي الوالدين أو أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة بشكل كبير فاليوم ممكن تظهر بعض العقبات أو المسائل الطارئة اللي إلها علاقة بالعمل فيتراكم عندك العمل ما تقدر تنجزه بالكامل وفي نفس اللحظة ممكن تظهر بعض التوعقات الصحية أو التقلبات الصحية بدك تنتبه بشكل مباشر لصحتك وما تهمل أي عارض صحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت الشراكي بتقارب ما بينك وبين الشريك بتعمل نوع من أنواع الحلول أو إنجازات أو أشياء إلها علاقة بالتواصل أو الاتفاق أو التوافق ما بين شركاء المال وشركاء العاطف يعني الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة فاليوم ممكن تتعطى المعاملة أو تتأخر أو يكون صعب إنجازها وخصوصا إلها علاقة بالقروض أو البنوك أو الضريبة أو التأمين أو أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة يعني أما بيجي الزوج بيسألك بيقول لك وين الفلوس اللي أنا أعطيتك إياها اللي أنت مخبيتها أو على إشي مدخر أو أشياء من هذا القبيل أهمش أنك ما تكفى الحد بالفترة هاي وبرضو انتبه لأوراقك وأغراضك من الضياع أو السرقة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الروتينية بأثناء تواصلك أو اتصالاتك مع أشخاص خارج البلاد أو الأمور اللي إلها علاقة بالامتحانات أو الدراسة أو المراسلات أو الأمور اللي إلها علاقة ببحث عن مسألة معينة إلها علاقة بالفلسفة أو الدين أو السياسة يعني تقريبا بتتعامل في هاي الأمور على طبيعتك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وبتعملك نوع من أنواع التقارب مع بعض العلاقات ممكن تهتم ببعض المسائل العملية في مكان عملك وممكن يكون لك نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زميل أو ما بينك وبين رئيسك بالعمل بشكل مباشر أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء تقريبا ألطف فاليوم تحمل لك نوع من أنواع التلاقي أو الإجتماع أو الاهتمام بزيارة أو تواصل ما بينك وبين بعض الأصدقاء وممكن تحمل لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو جيدة ممكن أنه شوي يكون فيها نوع من أنواع الضغط لأنه بسبب الخسوف والتواجد الكواكب ولكن إجمالا تقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية واحتياطا حاول أنك ما ترهق حالك حاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة وبرضو بالمقابل ممكن تحمل لك نوع من أنواع التوتر على المستوى الصحي صحتك أو صحة أحد الأحبة برج الحوت بالنسبة للبيت الأول بيت الشخصية تقريبا نقدر نحكي أنه فيه نوع من أنواع الروتينية خلال هذا اليوم يعني بتتعامل على حسب طبيعتك على حسب الأجواء تاعتك على حسب ما أنت متعود فما فيه رح يكون أشياء ملفتة للنظر خلال هذا اليوم ممكن شوي تنشغل ببعض المسائل الفكرية أما بالنسبة للبيت الثاني فهذا بضغط على الأمور المالية فبسبب عندك نوع من أنواع التوتر أو المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات أو برضو ممكن أنك تفكر شوي أنك تمسك إيدك الزيادة عن اللزوم على جوانب وتصرف في جوانب حاول أنك أنت ترتب أمورك المالية بشكل جيد وبرضو ما تتمسك الأمور المالية زي نوع من أنواع لوية للذراع لبعض الأشخاص أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريباً نقدر نحكي إنها يعني جيدة على مستوى الاتصالات والحورات والنقاشات تحمل لك كثير من التواصل أو الرغبة بالتواصل أو النقاشات والتنقلات اللي عنده امتحان اليوم ممكن يكون الأجواء جيدة بالنسبة له وتدعمه في بعض المسائل وممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريباً الأجواء جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم على مستوى البيت ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب أو نوع من أنواع النقاشات ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ولكن امسك عصابك ما فيه داعي للعصبية أو الحدية وبالمقابل ممكن تهتم ببعض الأشياء الضرورية اللي تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهونا بنقول وقف لأنه البيت الخامس شوي فيه نوع من أنواع الضغوط بسبب الشمس وعطارد وبرضو بسبب الخسوف عشان يكب بضغطك بيسبب لك نوع من أنواع التوتر على المستوى العاطفي أو الاستياء من تصرف الحبيب أو ممكن حساسية من سبب تصرف معين بتصرف الحبيب فشوي أنت اليوم تأخذ على بالك ممكن الخلاف هذا يكون بينك وبين أحد الوالدين أو ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة حتى ولو كثرت عليك الأعمال عندك قدرة على إنجازها ولكن الأهم مراقبة وضعك الصحي من التقلبات أو حدوث أشياء طارئة لا سمح الله أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع سوء التفاهم ما بينك وبين شريك العاطفة وخصوصا ما بين الأزواج ممكن سوء تفاهم أو حدية أو تصلب بالرأي أو نقاش حاد يعني يخلق جو من المشاحنات حاول أنك تضبط عصابك وابتعد عن الخلافات والنقاشات قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة شيئا ما على مستوى الأمور اللي لها علاقة بالبنوك والضريبة والتأمين ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن ممكن تظهر بعض الصعوبة يعني أو التأخير ولكن بالنهاية إنه بإمكانك حلها وإذا كان في عندك اهتمامات بأمور أوراق أو معاملات أو ديون أو قروض حاول أنك ترتبها بشكل جيد وما تأجلها وما تهملها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات الإبعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن يكون في بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة يعني بامتحانات بمناقشات بتنقلات باتصالات بعيدة أو رغبة بالتسوق عن طريق النت أهم شيء أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تخلي السلبيات أنها تأثر عليك رغم أنه تراجع وطارد ممكن يعطل بعض المسائل إلا أنه الأمور تقريبا جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك فممكن أنه شوي تكون في بعض الاهتمامات يعني اللي إلها علاقة في إنجاز بعض الأشياء أو المعاملات ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل أو التعاون ما بينك وبين زميل أو بين رئيسك بالعمل ولكن دير بالك من التأخر عن دوامك ودير بالك من النقاشات والحدية أثناء التعامل مع الزملاء أو رؤسائك بالعمل أو أحد الزبان أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا هو بيت الأصدقاء والقمر موجود فيه وبرضو في نفس اللحظة الخسوف وتواجد كل الكواكب فمنقول لك احذر أثناء تعاملك مع أحد الأصدقاء ما في داعي للتحسس ما في داعي للعصبية ممكن تنكشف لك بعض الأمور اليوم بشكل مفاجئ ممكن تتفاجأ من بعض النتائج أهم شيء أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وما يكون لك ردة فعل سلبية ممكن برضو يتوجه لك دعوة للقاء أو للوقوف جنب أحد الأصدقاء أو الأقارب أو هم يوقفوا بجنبك في خلال هذا اليوم يعني فيه تقريبا أشياء لها علاقة بتعزيز الشعبية فممكن أنك تحصد بعض الأشياء الجيدة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة بتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الغذائي أو المستوى الصحي أو مراجع الطبيب أو اهتمامات ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بأحد الأحبة أو زيارة مريض هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء